ومن بغداد ينضم إلينا العميد يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم الإعلام الأمني في خلية الإعلام الأمني أهلا بك معنا سيادة العميد أهمية وتوقيت وأهداف العملية ضد فلول تنظيم داعش في العراق بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم ومشاهدكم الكرام حقيقة هذه العملية عملية مهمة مبنية على الجهد الاستخباراتي والمعلومات الاستخباراتي الدقيق وبطلاع مباشر وبإشراف من قبل سيد القائد العام قوات المسلحة وتم التخطيط لها في قيادة العمليات المشتركة عملية واسعة انطلقت القطاعات في تمام ساعة ستمية من صباح هذا اليوم بعدة محاور الغاية من هذه العملية هي عمليات تفتيش وملاحقة واستقصال ما تبقى مثلول أصابة داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية التي تربط ما بين ثلاث محافظات صلاح الدين نينة والأنبار باتجاه الحدود الدولية التي تربطنا مع الجارة السورية هذه العملية أيضا مدعومة بالجهد الجوي العراقي وكذلك طيران التحالف الدولي ومثل ما أشرت أنه هي عملية مبنية على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة نعم سيادة العميد قبل أن ندخل الستوديو بالرغم من إعلان العراق النصر على تنظيم داعش على ما نذكر قبل عامين من الآن تنطلق العملية اليوم وهي ليست المرة الأولى التي تطلقون فيها عمليات للقضاء على فلول تنظيم داعش كيف يفهم ذلك وفي أي سياق يأتي المرحلة أتحدث هنا طبعا هناك فرق نحن أعلننا تحقيق النصر العسكري على إصابة داعش الإرهابية وأشرنا في الكثير من الأحيان أنه لا زال هناك خطر لما تبقى من فلول إصابة داعش الإرهابي بعد أن حاصرنا هؤلاء الإرهابيين وبقايا فلولهم في المناطق الصحراوية أو في السلاسل الجبلية الآن ما نقوم به هي عمليات واسعة لتطهير واستقصال ما تبقى من هذه الفلول بعد أن حصلوا في هذه المناطق الصحراوية وأيضا لا نريد أن نعطي فرصة لما تبقى من هؤلاء الإرهابيين أن يستخدمون هذه المناطق كملاذات آمنة لهم وأن يقومون بالتخطيط القيام بعمليات إرهابية لهذا نرى أنه اليوم تم محاصرة ما تبقى من هذه الفلول في هذه المناطق لدينا أيضا عمليات نوعية تنفذ بين فترة وأخرى سواء بإنزال جوي من قبل قوات النخبة العراقية البطلة قوات جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا بضربات جوية من قبل قوات جوية وطيران جيش وفي بعض الأحيان نستخدم طائرات تحالف الدولي الغاية من هذه العملية أن ندمر كل مواقع الدعم اللوجستي والمواقع التي يختبئ فيها هذا التنظيم الإرهابي في جحور في عمق الصحراء حقيقة قبل أن ندخل للسوديو كان لديه اتصال مع القيادات العسكرية نعم نتائج كبيرة خلال المرحلة الأولى بتدمير عدد من أنفاق وقتل عدد من الإرهابين والسلاع على معدات وأسلحة ومواقع الدعم اللوجستي وتدمير كل هذه الكهوف والمغارات في عمق الصحراء نعم سيادة العميد القوات المشاركة مع القوات العراقية ومن جهة أخرى الأهمية للستراتيجية للمنطقة التي تقومون بمهاجمتها ما يطلق عليها مثلث الصحراء نعم صحيح أولا قطعات التي اشتركت هي قطعات الجيش المتمثلة بقيادات نينواص على حدين أنبار وكذلك قوات الحجد الشعبي وأيضا قوات الحجد العشائري ومثل مؤاشرته مدعومة بالقطاع الجوي العراقي وكذلك طائرات تحالف الدولي أيضا الجهد الاستخباراتي حاضر ومهم وقد زودت القطعات بمعلومات استخباراتية دقيقة وهناك تحديث لهذه المعلومات خلال تقدم القطعات بالمحاور التي انطلقت منها مهم جدا أن نفتش ونستأصل ما تبقى من فلول إصابة الدعش الأرهابي في هذا المثلث بما في مناطق صحراوية كبيرة تتخلى لها طيات أرضية وطبيعة جغرافية صعبة لهذا عملية تمشيط والسئصال تفتيش هذه المنطقة مهمة ومثل ما أشرت قبل قليل النتائج لحد هذه الساعة نتائج جيدة وكبيرة وإن شاء الله خلال الساعة القادمة سيكون هناك النتائج تفصلي هل ستستمر هذه العملية طويلة من خلال تواصلكم مع القيادة الميدانية المشرفة على هذه العملية؟ أنا أعتقد خلال تواصلي نتائج إيجابية ونتائج كبيرة خلال المرحلة الأولى ومثل ما أشرت الحضرة قبل قليل بعد ساعات إن شاء الله سيكون هناك بيان تفصيلي بنتائج المرحلة الأولى لمحاور التفتيش التي تجريها قطعاتنا هل ستستمر هذه العملية طويلا؟ أنا أعتقد هذا مناطب تقدير القيادة العسكرية العراقية لكن في حسب تقديري ممكن أن تستمر لعدة أيام والأمر أيضا متروك لتقدير القيادة العسكرية العراقية نعم أشكرك جزيلا شكر العميد يحيى رسول المتحدث الرسمي باسم الإعلام الأمني في خلية الإعلام الأمني كنت معنا مباشرة من بغداد